سترد على هجوم بن يمينة الذي وصفه الجيش الاسرائيلي بغير المسبوق ام على هجوم ايران الاخير والذي سجل خسائر تقدر ب53 مليون دولار بحسب الاعلام العبري تلك التساؤلات في حسابات الفضاء الاعلامي تنتشر كالنار في الهشيم حول على من سترد اسرائيل تحديدا وكيف ومتى اولى تلك الاجابات جاءت بابلاغ اسرائيل لواشنطن بتنفيذ رد قوي على تلك الهجمة التي نفذها حزب الله ومع احتدام وتسارع الاحداث من جبهات عدة تتمثل باذرع ايران وهجوم طهران الاخير على اسرائيل يأتي نشر منظومة الثادة الامريكية لردع الصواريخ الباليستية المحتملة بهجوم الرد الايراني على الرد في رؤية تحليلية لخبراء العسكرية في المنطقة بخطوات اسرائيل في استمرار ضرب مواقع وشخصيات قيادية في حزب الله من جهة ومواقع ايرانية في سوريا من جهة اخرى ضمن معادلة تقليم الاضافر ان صح التعبير اما عن الرد على هجوم ايران اجمالا بحسب لغة قراءة المشهد فتنطق السنة الخبراء العسكريين والسياسيين في ان اسرائيل اتمت عملية تحديد الاهداف التي تريد ضربها في ايران وابلغت واشنطن بضربتها لكن ما يلوح في الافق وان كان الترقب بعيد عيد الغفران الاسرائيلي اي ما يحتمل شن الهجوم بتوقعات اي ليلة مقبلة يلوح في افق الشارع الاسرائيلي رأي غالب بضرب منشآت نووية بحسب استطلاع للرأي ايد فيه ذلك اربعة وخمسون بالمئة من الاسرائيليين ومع تصريحات خارجية ايران الاخيرة بتوقف المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن يوضع المشهد القاتم امنيا في مربع احتماليات اندلاع حرب اقليمية يحتاج اخماد فتيلها تهيئة ارضية دبلوماسية نافذة تفرض على اسرائيل من جهة واضرع ايران من جهة اخرى وقف آلة السلاح والنار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة